بس التمسيج ازاي يعني واحد شغال مهندس وشغال لان احنا من الجامعة اصلا احنا ابتدينا نعمل افلام انتوا مين انا وفاهمي وشيكو كنا شل من 11 واحد انت وفاهمي وشيكو زملة من كم سنة انا فاهمي عرفه من سنة 95 لاني كنا بنلعب مع بعض في فرقة كرة واحدة في نادي الصيد وبعدها دخلنا الجامعة سوا فبقنا مع بعض وراحين جايين نروح الجامعة ونرجع نتمرن شيكو تعرفت عليه في الجامعة وسنة 96 عمر طويل اه عمر طبع دخلتوا مع بعض اول تجربة ازاي بقى احنا عادنا فترة انت كنت بتمثل في البيت مثلا بتقع تقول انا عايزة عامل انا شايف نفسي يبقى ممثل احنا كنا شل عادي جدا 11 واحد او اكتر مش فاكر يعني كام وبنخرج احنا كنا بنمثل على الناس فعلا يعني احنا ممكن نجيب واحد صاحبنا نمثل عليه ان احنا تجار مخدرات وان احنا معانا بودرة دلوقت في شنطات العربية ورايحين نسلمها ونتفق مع بقية صاحبنا ان هما هيقابلونا في مكان كذا ونقلب نور ويقلبوا نور وان احنا عايزينك تيجي معانا تسوق انت لان مفيش حد يسوق ونروح هناك وبعدين نعمل ان البوليس هجم علينا او نعمل ان احنا رمينا واحد صاحبنا من العربية وده مات ولازم ندفنه قعدنا مثلا فترة كبيرة نعمل القصص دي وفي ناس بصراحة يعني معنا في الجامعة وكده تتقاذوا بسبب الموضوع ده يعني فيه ناس اتعقدت وفيه ناس بطلت اهليها ينزلوها من بيتها فكنا مؤذين جدا في الفترة دي فابتدينا نفكر طب ما نعمل ما نعمل نصور الكلام اللي بنعمله ده وكان الموضوع اللي بنعمله ده حرام قوي يعني برضه يعني نقذي ناس جاملا فابتدينا حتى انا وفاهمي عادنا نتكلم لو عملنا فيلم مثلا زي مثلا رقفة الهجان او حاجة انت فاهمي هتعمل دور كذا وانا لو كده اكيد انا اللي هعمل مثلا الاسرائيلي وانت هتعمل مش عارف ايه فكتبنا سكريبت عبيد كده وصورنا في مكتب واحد صاحبنا ابو واحد صاحبنا فيلم بكاميرا فيديو عادية جدا واحد صاحبنا بيحب التصوير فصور فيش حاجة خلص بقى موسيقى تصويرية مثلا عايزين نعمل انفجار فنقول بوم وقت المونتاج صاحبنا ده اللي هو المخرج يعني يدو سبلي عايز يقطع بوز فيلحم اللقطة اللي بعدها فيها كل حاجة اساس باية جدا مفيش حاجة خلص وبس فكان الموضوع هزار فكان عيد ميلاد واحدة صاحبتنا عارضنا الفيلم ده فيه عجبهم جدا وضحكوا جدا هو عجبهم طبعا مش لجودته اكتر من تلقائيته وما كانش في حاجة اسمها ساعة حد يعمل الكلام ده سنة التسعة وتسعين مسلا لا في حاجة اسمها أفلام مستقلة بقى ولا أفلام موبايلات ولا حاجات دي فقالونا ما تعملوا فيلم تاني فابتدنا عملنا فيلم تاني ودخلنا بقى واحد صاحبنا بيعمل موسيقى تصويرية خلنا يعمل واحد صاحبنا بيعرفي منتج نزل برنامج على الكمبيوتر مش عارف ايه بقى يمنتج لنا الفيلم عجبه ما عملنا فيلم تالت لغاية ما عملنا فيلم رجالة تعرف المستحيل ده ده انتشر في مصر جدا رحنا أمن الدولة قالوا لنا ما تعملوش أفلام تانية رفت أمن الدولة ليه؟ لأن الفيلم ده هو كان تريقة على فيلم الطريق إلى إيلات أنا عايزة أعرف أنت كيف تم استدعائك لأمن الدولة سيدة ده موضوع دي قصة حلوة ده أكيد أنا لقيت فاهمي بيكلمني في التليفون قال لي بقولك إحنا طالبنا في أمن الدولة ولاقيت شريف نجيب بيكلمني وبيعيط بيعيط دموع يعني وبيقول لي إحنا روح نفدق إياه وإحنا عايز إلنا في أمن الدولة ومش عارف إيه فالمهم قلت له طيب تعالى فاهمي قال لي بقولك إيه تعالوا نتقابل في القهوة اللي قدام بيتي وقبيته في شاف المونسين كده فروحنا تجمعنا مثلا بتاع عشرة لأن فاهمي داخل من بعيد ومعا واحد كده راح جاي قال له تفضلوا جبتهم لك كلهم بعد لما تلف عليهم واحد واحد ده المأمور بتاع أمن الدولة اللي جاي بجوابات فقرح لفاهمي أول واحد قاعد يسأله علينا فقال له بدل ما ترحلهم واحد واحد فهجمعهم لك فروحنا بالليل أمن الدولة فعلا دخلنا بقى أنا في مكتب وفاهمي في مكتب ومش عارف مين في مكتب كل واحد بي في ملف كده عليه صرته في أوله معرفش هم مليحوا يرقبوا كل ده إمتى يعني انت هي إلي حياتي كلها ما تجيبش المجلد ده طوله أن احنا كانت سنة 99 2001 2001 يعدوا ويتسألوك أسئلة كتير وبعدين يودوك الأوضة اللي فاهمي كان فيها ويجيبوا فاهمي هنا ويسألوه نفس الأسئلة ويسألوني نفس الأسئلة بعدين يبدلوا القوط ويسألوا نفس الأسئلة وما تقريبا عايزين يعرف انت هتكذب ولا بتقول الحقيقة وبعدين قالوا لنا في النص في واحد اسمه شيكو هو اسمه إيه الحقيقة قلنا له هو شيكو واقف تحت مستنينا هاتوا نزل جابوا بقيتنا اللي هم كانوا جايين بس يشوفوا إيه المشكلة معنا وهم جاي بينهم فوق المهم عدنا أربع ساعات كده وهم عارفوا ان احنا مفيش ورانا حاجة سألوا لنا ما تعملوش أفلام تاني خالص مفيش حاجة اسمها لأ قاللكو إيه بالزابط أنا عايز عارف انتباحوا عندكو إيه قالوا لنا هو كان فيه زابط متعاطف معنا قوي وشاف الفيلم وعجب وقوي وضحك وفيه كان زابط تاني رئيسه هو ده اللي شكله مش طيقنا خالص فقال لنا مش أي حد عايز يعمل فيلم يعمله كده ولما تحبوا لازم تدخلوا معهد سينما لو عايزين تمثله أو تاخدوا تصريح من الرقابة ان انتو تعملوا فيلم ومش عارف ايه الأفلام دي تشلوها من السوق خالص قالوا لهم تشلها ازاي ومش عارف ما بتنزلش بأيدينا بقى لإن ايه كان ساعتها اي حد بشتري كمبيوتر جديد بينزلولو على الهرض الأفلام كدير منها الفيلم ده الناس بقى ابتدت تبدله فابتدنا ننزل المولاد بتاعت الكمبيوتر نعدي عليهم نقول لهم لو سمحت بتعرفيننا قالوا ان انتو اللي عملتوا رجال لا تعرف المستحيل ده الفيلم حلو لو سمحت ما تنزلوش لحد وانت يقول لنا حاضر انتشر اكتر من الاول عشان الممنوع مرغوب طبعا فبقى لما تعرف ان العيال دي رحت امن الدولة بقى عايزين يعرفوا العيال دي عملوا يعشان يروحوا فبقى يشوفوا الفيلم اكتر بس عادنا بقى سنة ونص كده ايه خايفين اه غموض بقى وعايشين اللحزة اول بقى ونتقابل بقى ايه نشيل موبايلات نشيل البطارية من الموبايل ونتكلم فموضوع عادي مفوش حاجة موارناش ايه حاجة بعدين بعد سنة ونص كده قلنا لا احنا مش قادرين عايزين نمثل ومش عارف ايه